السلام عليكم أخوتي لاباس فيديو اليوم خفيفة ضريفة شريط فيجي فيم اكستي ثلاثين باش نبيحها فقط باشي باش نكسبها قبل ما نبيحها شغول جربتها شوية هكذا في الفيديو في الداربرك شغول عجبتني بزعاف قلت لازم ندير مقارنة بينها وبين فيجي فيم اكستي ثلاثة و فيجي فيم اكستي عشرين باش نبدو ما اللوه الكامل يغالب لكم الكاميرات فيجي فيم يخرجوا مثلا فيجي فيم اكستي واحد و بعدا يكذل meat صغير عليها في الميزات على البواء و حت مردها تجياتي و اكستي واحد و اكستي عشرين و اكستي ثلاثة تقابلها اكستي ثلاثين و اكستي اربعة و اكستي游 войل و اكستي اربعة متقتبر و اكستي اربعة ين فقط ؟ اليوم خبرتنAtRU قمد هل استيحق الشراء للتصوير والفيديو خاصة الفيديو شوفوا في التصوير فيها اوتو فوكس بزاف شباب وفيها بزاف هدوك النقاط وفيها 26 ميجا بيكسل وفيها سنسور جديد تاع اكسترون سنسور وقال الربعة ماشي اكسترون سنسور ثلاثة المهم ما تجربتاش بزاف التصوير الفوتوغرافي خليني نحكي لك شوية برك على الفيديو الفيديو شغول جاية ميني اكستي ثلاثة كان عفايس لي ما فيهاش كما في الاكستي ثلاثة حاجة بينه حاجة الليولة هي 60 fps في الفور كي ما كانش في الاكستي ثلاثة ما عندهاش كذلك هذيك تنبيت فور تشو زيرو انترن ما فيهاش هذيك فور هندرد ميجا بايت ما فيهاش وكينا عف سعيانة مقارنة مع الاكستي ثلاثة هيو ريكوردينج طايم يعني الوقت تاع التسجيل في الفور كي يحبس في العشرة دقائق يجب ان حتى تعود تسجيل بيه وفي الفول اجدي تحبس لك في الخمسطاش دقائق وفي التصميم الخارجي جايش و البودي صغير في هذوك العفايزة ما مثلا شطوين تركب البلاكيتها من تحتها هذيك السكروموت قريب بزاف على البابة تاع البطارية كما في الاكستي عشر اكستي عشرين اكستي عشرين اكستي عشرين اكستي عشرين اكستي عشرين وعندك كذلك هذوك الدخلات البورت وانكين تعال ميكروفون 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 شي 3.5 ميليمات 2.5 ميليمات ما عليش تدير الدابطاتر وخلاص حتى هذيك العفايزة تعال البطارية وسكروموت تدير هذيك البراكت وكفريتها فيها الـ USB-C تقدر تشارجها بالـ USB-C وفي الفيديو يا الخواه نقول لكم وش فيها فيها 4K DCI ماشي مكروبي هكذا و4K تحاكم الـ X3 او XT4 شغل هذيك oversample دايما ننسى هذي العفايزة شغل هي 6K يعطيها لك 4K وفيها 200ميجابيت غاوتي وفيها 120FPS وهذيك البيتريت الطالعين حتى في Full HD سما هذي الحكاية تحاون أجبتني عندها البيتريت طالع و4K تحا بزاف كلين والأوتو فوكي استحار راكم تشوفو فيه دوكا على خطر ان ينفيلمي بها دوكا XT32 وش رايكم والصوت تحاها ولي كان يمسجل مباشرة منها بالـ Wireless Go لكن كان يمسجل تحت الكاميرا وكان يقع في صفحة واحدة شوالها ممكن مرسوم كاميرا وبعد في هذه الصفحة كان صفحاته الدخول هل ترون كيف هالك ها دوكا دعوني نضيلكم مقارنة خفيفة ضريفة مع XT20 شفتوني وش درد كي قلت لكم ان نهضر على XT20 النط وراح شفت الكاميرا XT30 ولا حبست ولا 10 دقائق وتحبس في 4K توس وسط بعد ان نجدها بلي ما زال باش تلحق 10 دقائق معلش هذه الخطر ما كاشف لي باوت سكنين ما قدش نشوف حل ما زال الوقت المهم لو كان انت عندك XT20 وراك حيبت XT30 وانت تحب غير التصوير الفوتوغرافي هذا ما كان صراحة ما تسحق XT30 بارك اذا حبيت التصوير فوتوغرافي فيه Autofocus سارع ونقاط بزاف Autofocus تسحق XT30 وصح في العموم XT20 مليحة والفرق بين 24 ميجاب و 26 ميجاب ما شي كبير بزاف وكان بينهم كذلك فرق في التصميم الخارجي مثلا XT30 حولها D-Pod وليس شغل Joystick فقط وفي XT20 قعدة D-Pod القفال اللي جايين على اليمين اللي صار الفوق كما يقول وراكورسي ما قدر Shortcuts تاعة C-T ماليش كان يحب كذلك Joystick حاجة ودخرة تختلف في التصميم الخارجي كانت Q-Button طلعوهم الفقاع اليسار وفيما يخص الحجم سواسوا قد قد لكن إذا عندك XT20 حبيت تروح XT30 على جال Video هنا نقول لا تندمش على خطر خير منها بزاف فاش خير منها براهيم وما تندمش وما تندمش ميكرو سيتنج هذه تغير السرعة على AutoFocus أو نخطر في المي بها روحي ثم AutoFocus XT30 هارب XT20 في الفيديو عندك F-Log F-Log ما كان في XT20 عندك 4K خير XT20 لأن XT20 فيها 4K شغل شيء شرب كما XT30 6K في الحقيقة XT20 عندها 4K هو مقبول 100ميجابيت لا تلحق 100ميجابيت في XT20 لأنه شغل مواري شغل لأنه واحد العفايز لأن Artifact هذا مقبول عادي وفي ما يخص 120FPS XT30 يجي كما يقول origin فيها لا تنضيف أو لا بصح الله أعلم XT20 تستطيع تنضيف 120FPS وفي ما يخص Full HD XT30 قليلا XT20 على خطر XT20 يجي Full HD 30ميجابيت تحبط وقيلة 50 وفي يجي تشبع حتى 200 لا تحصل الفرق كبير بين 200 و100 لأن نفهم على لا تنضيف XT30 أو 42 10 bit وال XT30 يجي تستطيع إضافة خارجية الخارجية تنحيل القدرة التوحية تنضيف 42 10 خارجية 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 صغيرة يجي أطموس نينجا لا تستطيع التوحية وكما نكمل الفيديو إذا لديك XT20 ستطلع XT30 على تصوير فوتوغرافي في معظم الأوقات لا تستطيع تسحقها ما خاطر كيف كيف وإذا ستطلع على الجال الوضعية تصوير ملاحة لكن إذا لم لديك كاميرا وحاير بين XT30 و XT30 إذا لديك دراهم تجي XT30 شغل احترافية أكثر خاصة إذا تخدم مع client رغم أن XT30 تقدر تخدم بها مع client بس حمثلا لا تقدر بها مقابلة لطول 30 دقيقة ولا ما كيف كيف بس تقدر تخدم بها كذلك حاجة بين إذا تخدم شغل sequences شغل تفيل مين تايا كاش هارك تع بيتزيريا وزي ما تخدم غرب دقيقة 30 ثانية 4 أو 5 ثانية وبعدها تلصقهم شغل عادي XT30 عندها شوية overheating في 4K تدير overheating تسخن لك بوضي صغير خوتي وفيه بزاف performance طالعين و XT30 ما تسخن بزاف ما تسخن نقول حاجة XT30 ما تسخن كما XT4 XT4 تسخن على XT3 معلش هذا موضوع أخر المهم إذا عندك دراهم جيب XT3 خاصة إذا عندك 19 مليون لخطر XT3 تقدر تجيبها 19 مليون بوضي بدون عداسة وإذا عندك 13 مليون و تحيب تفعل فيديو و تعرف كما يقول المترجم على XT30 وعلى بالك لا يؤثر عليك في حياتك العملية تجيب XT30 و يقعد لك دراهم لك تجيب عداسة ربما تجيب تقدر تجيب عداسة إذا شريتها تقدر هذه الحكاية و قلوا لي ما رأيكم لا ترى الشرط نستحى 4K درها 100 ميجابيت ما تطلعت حتى 100 ميجابيت السلام عليكم